السبب المباشر لأزيد من تسعين في المية من المشاكل المرضية اللي بتقابل معظم الناس والمعظم الناس بتشتكي منها والسبب المباشر لأمراض العصر كلها حاجة اسمها متلازمة الايد او المتابوليك سندرون متلازمة الايد هي عبارة عن مجموعة من الامراض بتمشي كده زي شلة مع بعضها لو واحد جاه بيجيب زميله وصحابه كلهم معهم هديك مثال بسيط لو احنا معنا بقرة خيط لو انت سبتها زي ما هي كده عمرها ما هتبوز ولا هتتفك لكن لو انت مسكت الخيط و هتتسحبه البقرة كل هتتسحب معاك نفس اللي بيحصل مرض واحد ممكن يتسبب في ازيد من تمن امراض وهي دي متلازمة الايد او المتابوليك سندرون ودي بقى بتيجي ازاي ركز معايا علشان هشرح لك كل اللي انت بتعاني منه في جسمك بالتفصيل وهتلاقيك في الفيديو ده كل اجابة لكل المشاكل اللي انت بتلاحظها في جسمك وبتبدأ تحصل معاك اول حاجة هنفترض مسلا ان محمد محمد اهو بدأ يتناول سكر بشكل كبير سكر نشويات معجنات مغبوزات عصائر حلويات سكر ابيض عصلا بيض عيش رز مكارونة كتير السكر مش شرط السكر الله بيض بس اول ما محمد بيبدأ يكون عنده شراهة او نهم كتير لاكل السكر زيادة عن اللازم مستوى الانسولين في الجسم يبدأ يزيد فاول حاجة ان السكر بيعملها انه بيرفع لك مستوى الانسولين بيزيد ليه البنكرياس بيبدأ يزود افراز الانسولين علشان يروح يشيل السكر ويوزعه للخلايا بتاعت الجسم الافراط في زيادة افراز الانسولين وزيادة استهلاك السكر بيؤدي لاول مشكلة واللي هي بقى بتفتح الباب لكل المشاكل اللي وراها اللي هو مقاومة الانسولين فيبقى ده اول مشكلة مرضية ويدي معايا كده رقم واحد مقاومة الانسولين بتكون هي البوابة اللي بتفتح وراها مشاكل كتيرة فيبدأ يطلع منها متلازمة تكيوسات المبايد اللي هي البيكوس اللي هي بتكون مع البنات والسيدات وده رقم اتنين ومن علاماتها ان البيلويت تبدأ ما تكونش منتظمة وان يبدأ يحصل لغبطة في الهرمونات وسقوط للشعر وظهور الشعر في مياكل غير مرغوف فيها زي البطن والدان والشنب مع البنات تالت حاجة مقاومة الانسولين بتكون هي حاجة اسمها بريضا يا بيتك يعني مرحلة ما قبل السكر فبالتالي لو هو استمر على نفس المنوال ومعالجهاش ما اخدش بالو منها بيكون معرض الاصابة بمرض السكر من النوع التاني وده كده المرض رقم تلاتة طيب بعد كده بيروح جاية عامل ايه بعد كده بيروح جاية عامل دهون على الكبد او فاتي لان نسبة الدهون بتبدأ تزيد في الجسم مش زيادة عن اللازم فبالتالي بتبدأ تترقم دخل الكبد فبيعمل لك كبد دهني وده الرقم رقم اربعة المرض رقم اربعة ولما يعمل تحليل انزامات كبد او حاجة هيلاقي ان الدنيا عنده مش مزبوطة بعد كده بتبدأ تعمل التهابات شديدة في الجسم كل لما تستهلك سكر بشكل زيادة ومستوى من قومة الانسولين يعلى تبدأ تلاحظ ان جسمك متقصر الالتهابات لما بتزيد في الجسم اللي بيحصل الكبد بيبدأ يزود من افراز الكوليسترول فبالتالي بتلاقي الكوليسترول في جسمك نسبته عالية جدا طب الكوليسترول بيزيد ليه عشان يعالج الالتهابات اللي بدأت تزيد لان الكوليسترول مش مضر الا لو زاد زيادة عن الحد في رابع او خامس حاجة بتلاحظها ان الكوليسترول في جسمك يبدأ يبقى مرتفع لما الكبد بيكون حواليه دهون فيبدأ يعمل يوريك اسد يرفع اليوريك اسد اللي هو يرفع النقرس فتلاقي ان عظمك كله عمال بيوجعك وجسمك كله كعوب رجلك ومفاصلك عمالات وجعك وده المرض رقم ستة ولما الكوليسترول بيرتفع بالتالي اوتوماتيك مباشرة ضغط الدم بيبدأ يزيد فتعاني ان ضغطك دايما بقى عالي او مرتفع ومش بينزل وكده ده المرض رقم سبعة في وسط المعمعة دي كلها بتبدأ تعاني من حاجة اسمها ديمنيشيا او متلازمة النسيان او اللي احنا بنوعنا عليها الزهايمر مدار المرض رقم تمانية اذا متلازمة الايد انت بيتاخدها كلها من اولها لاخيرها زي البقرة انت شديت الخط بتاعها البقرة كلها هتتسحب معاك يبقى انت اول ما استهلكت سكر كتير انسولين زاد عمل لك مقاومة انسولين عملت تكيوساتنا على البنات والسيدات وزودت المعدل بتاع نسبة السكر فبقيت معرض لمرض السكر لما السكر بيزيد الالتهابات في الجسم اوتوماتيك بتزيد الالتهابات ترفع الكوليسترول منها يرفع الضغط طب هنا بيعمل دهونة حوالين الكبت ترفع اليوريك اسد او النقرس ثم بعد كده بيعمل لك نبنيشيا او الزهايمر وكتر النسيان طب انت علشان تعالج اي واحد من دول هاتوا من الاول ايه اللي رفع لك الضغط اصلا من البداية اهاتوا من الاول هو ايه اصلا اللي كان سبب في زيادة الكوليسترول اهاتوا من الاول ايه اللي عمل دهونة عند الكبد هاتها من الاول لكن احنا لأسف الشديد بنروح ايه انا عندي الكوليسترول عالي روح خد له حباية وعندك الضغط عالي روح خد له حباية وعندك دهونة على الكبد روح خد له حباية وسايب السبب المباشر اللي عمل لك الموضوع ده كله. انت لا محالة هتاخد الليست دي كلها هتاخدها هتاخدها لانهم صحاب شلة بتروح لوحدها وبتمشي لوحدها. حتى لاحظ دايما تسمع ويقولك ضماريط ضغط وسكر وكلسترول. ضماريط كبد وكلة. ضماريط سكر ومش عارف ودهون سلسية. كل ده بسبب القصة دي. السكر بيش موجود في السكر اللابيت بس. السكر موجود في العيش والرز والمكارونة والمغبوزات والمعجنات والقصص دي كلها. عايز تعالج اي واحد من اللي مكتوب دول هاتوا من الاول. عالج السبب. عالج السبب ما تعالجش العرض او المشكلة. عالج سبب المشكلة من البداية. اتمنى اكون افدت ووضحت الدنيا لان هي دي الدائرة اللي الناس كلها بتمشي فيها. ادخل اي بيت هتلاقي مريض ضغط وسكر ايما كابت دهوني. اتفع كلسترول دهون سلسية. تكييسات مبايض. نقرس. زهاي مرونيسيان. كل ده بسبب اللي فو ده. اماكم دكتور محمد عبدالعي. السلام عليكم ورحمة الله بركاته.